مرحباً، إذن لنقوم بمسألة عن طاقة الوضع مع نابض مضغوط، إذن لنجعلها مسألة مثيرة للاهتمام. لنفرض أن لدينا حلقة ملتفة، حلقة مصنوعة من الجليد، ومصنوعة من الجليد حتى لا يكون هناك احتكاك. لنرسم الحلقة. هذه الحلقة. حسناً، ولنفرض أن هذه الحلقة لها نصف قطر مقدره واحد متر. لنفرض أن هذا هنا هو واحد متر. إذن الارتفاع سيكون اثنان متر. ولنفرض أن لدينا نابض هنا، وهو نابض مضغوط. لنفرض أن هذا هو الجدار، وهذا النابض مضغوط ومشدود هكذا. ولنفرض أن ثابت النابض هو اكي. لنفرض أنه عشرة. مرتبطة بالنابض المضغوط، إذن لدينا كتلة من الجليد، تحتاج الجليد على الجليد لأنه لا يوجد له احتكاك. هذه كتلة من الجليد مشعة. ولنفرض أن الكتلة، كتلة الجليد هي أربعة كيلو غرام. أربعة كيلو غرام. ونعلم أننا على الأرض، وهذا مهم لأن هذه مختلفة إذا كنا على كواكب أخرى، وسؤال هو كم يجب أن نضغطه؟ كم يجب أن نضغط هذا النابض لنفرض أن حالة النابض الطبيعية كانت هنا، حسناً، إذا لم نضغط عليه. والآن هو هنا، إذن ما هي هذه المسافة؟ كم يجب أن نضغط النابض بحيث عندما نفلة النابض ستنطلق القتلة بسرعة وطاقة كافية لتستطيع إكمال هذه الحلقة الملتفة وتصل بسلام للطرف الآخر؟ إذن، كيف نحل هذه المسألة؟ حسناً، أي مسألة فيها حلقة؟ الجزء الصعب منها هو الوصول إلى النقطة العليا في الحلقة الملتفة. الجزء الصعب هو التأكد أن لدينا سرعة كافية عند هذه النقطة بحيث لن تسقط. السرعة لدينا يجب أن توازن التسارع للأسفل في تلك الحالة، وهنا التسارع الجاذبية، ليس كذلك. إذن، هذا شيء مهم للتفكير به، وقد تقول هذا معقد لدينا النابض هنا، وسيكون بتسريع الكتلة، ومن ثم الكتلة ستصل إلى هنا، وستتباطأ أكثر وأكثر، هنا ربما ستصل لأبطأ السرعة، ومن ثم ستتسارع مرة أخرى، إنها مسألة معقدة جداً. وفي الفيزياء عندما يكون لدينا مسألة معقدة من المحتمل أن يكون هذا بسبب أنك تحاول فهمها بطريقة معقدة، لكن قد يكون هناك طريقة أخرى سهلة، وهذا باستخدام الطاقة، طاقة الوضع والطاقة الحركية، وما تعلمناه عن طاقة الوضع وطاقة الحركية، وأن الطاقة الكلية في النظام لا تتغير، لكنها تتحول من شكل إلى آخر، إذن هي تتحول من طاقة الوضع إلى طاقة حركية أو إلى حرارة، ونفترض أنه لا يوجد حرارة لأنه لا يوجد احتياك، إذن لنحل المسألة. إذن ما نريد معرفته كم يجب ضغط النابض هنا، إذن ما أقوله كم هي طاقة الوضع التي لدينا لنبدأ في هذا النابض المضغوط، حتى نوصله إلى هنا، إذن ما هي طاقة الوضع؟ لنفرض أننا ضغطنا النابض بمقدار X متر، في الفيديو السابق كم كانت طاقة الوضع التي كانت لدينا؟ حسناً تعلمنا أن طاقة الوضع للنابض المضغوط، سأسمي هذا طاقة الوضع الابتدائية، تساوي نصف KX تربيع، ونعلم ما هي K، وقلنا أن ثابت الزنبرك أو النابض هو عشرة، إذن طاقة الوضع الابتدائية ستكون نصف ضرب عشرة ضرب X تربيع، نصف ضرب عشرة ضرب X تربيع، إذن ما هي كل عناصر الطاقة هنا؟ حسناً من الواضح عند هذه النقطة الكتلة ستكون متحركة حتى لا تسقط للأسفل، إذن سيكون لها سرعة معينة V، إنها تسير مماسية مع الحلقة الملتفة، وسيكون لها ما يزال طاقة وضع معينة، ومن ثم أين تأتي طاقة الوضع؟ حسناً ستأتي لأنها تكون معلقة في الهواء، هي في أعلى سطح الحلقة الملتفة، إذن سيكون لها طاقة جاذبية كامنة أليس كذلك؟ إذن عند هذه النقطة سيكون لدينا طاقة حركية، حسناً سنسمي هذه فقط، سأسميها طاقة حركية نهائية، لأنه قد تكون عند هذه الحالة هنا هي طاقة حركية نهائية، سأعرف هذه بطاقة الحركية النهائية، ومن ثم زائد طاقة الوضع النهائية، وهذا بالطبع يجب أن يضاف إلى 10x تربيع، وهذه الآن ما يسمى بطاقة الوضع للنابط، وهذا هو طاقة الجاذبية الكامنة، إذن ما هي الطاقة عند هذه النقطة؟ حسناً ما هي الطاقة الحركية؟ الطاقة الحركية النهائية ستكون ضرب النصف، نصف الكتلة ضرب السرعة تربيع، أليس كذلك؟ ومن ثم ما هي طاقة الوضع عند هذه النقطة؟ إنها طاقة جاذبية كامنة، إذن هي الكتلة ضرب الجاذبية ضرب الارتفاع، حسناً، إذن سأكتب هذا هنا طاقة الوضع النهائية، ستكون الكتلة ضرب الجاذبية، ضرب الارتفاع، وهي أيضاً تعني حسناً على أي حال، على أي حال، إذن لنجد الطاقة الحركية عند هذه النقطة، إذن ماذا يجب أن تكون السرعة النهائية هنا؟ حسناً، يجب أن نجد التسارع الجاذبية، وبعد ذلك يمكن إيجاد السرعة، لأننا نعلم أن التسارع الجاذبية سأغير الألوان للتنويع، جاذبية التسارع يجب أن تكون السرعة تربيع على نصف القطر، أليس كذلك؟ إذن يمكن القول ما هي التسارع؟ ما هي تسارع الجاذبية عند هذه النقطة؟ حسناً، هي فقط تسارع الجاذبية 9.18 متر لكل ثانية تربيع، إذن هذه 9.18 متر لكل ثانية تربيع، وتساوي، وما هو نصف القطر للحلقة الملتفة؟ حسناً، هو واحد، إذن V تربيع تقسيم R ستساوي V تربيع، تربيع، إذن هذه تساوي 9.8 بالعشرة، ومن هنا ستطيع إيجاد السرعة، إذن الطاقة الحركية النهائية ستساوي نصف، ستساوي نصف ضرب الكتلة، ضرب أربعة، ضرب V تربيع، وتساوي 9.8 بالعشرة، وهذا يساوي لنستخدم الجي بدلاً من 9.8 بالعشرة، لأن هذا سيكون مثير أكثر، إذن هذه جي، إذن هي هذه تساوي 2 جي، إذن الطاقة الحركية النهائية ستساوي 2 جي، وجي تكون في العادة بالكيلوغرام متر لكل ثانية تربيع، لكن الآن إنها الطاقة، أليس كذلك، إذن ستكون بالجول، لكن هي 2 جي، وما هي طاقة الوضع عند هذه النقطة؟ حسناً، هي الكتلة، وهي 4 جي، ضرب الارتفاع، ضرب الارتفاع وهو 2، إذن هذا سيساوي 8 جي، حسناً، إذن ما هي الطاقة الكلية عند هذه النقطة؟ الطاقة الحركية هي 2 جي، وطاقة الوضع هي 8 جي، إذن الطاقة القلية عند هذه النقطة هي 10G حسناً إذا كانت الطاقة القلية عند هذه 10G ولم نفقد أي طاقة للاحتكاك أو الحرارة وكل هذا إذن الطاقة القلية عند هذه النقطة ستكون هي أيضاً 10G وعند هذه النقطة لا يوجد طاقة حركية لأن هذه الكتلة لم تتحرك بعد إذن كل الطاقة هي طاقة وضع إذن هذا أيضاً يجب أن يساوي 10G وهذه الج هي 9.8 بالعشرة أردت أن أقوم بهذا لأريك أنها عبارة عن ضرب 9.8 بالعشرة لنفكر في هذا إذن ماذا لدينا هنا؟ هذه الأرقام تتماشى مع بعضها بشكل جيد إذن لنقسم كلا الطرفين على 10 ونحصل على X تربيع تساوي G وهي 9.8 بالعشرة إذن X تساوي الجذر التربيعي لG وستساوي حسناً لنرى إذا أخذنا الجذر التربيعي لـ 9.8 بالعشرة هذا سيساوي 3.13% إذن X تساوي 3.13% إذن قمنا بحل ما كان يبدو مسألة معقدة لكنها لم تكن سيئة حسناً أطاقة في البداية يجب أن تكون أطاقة عند أي نقطة هنا على افتراض لا يوجد ضيع للطاقة من الحرارة وهكذا أوجدنا إذا ضغطنا إذا ضغطنا هذا زنبرك حيث أثابت للزنبرك هو 10 إذا ضغطناه 3.3 متر 3.13% متر سيكون لدينا طاقة وضع كافية وفي هذه الحالة طاقة الوضع ستكون 10 ضرب 9.8 بالعشرة وهذا سيساوي تقريباً 98 جول من طاقة الوضع لحمل هذا الجسم لكل هذه الطريق هنا مع سرعة كافية عند قمة الحلقة لإكمال السير فيها ومن ثم يعود للأسفل وإذا أردنا أن نفكر فيها ما هي الطاقة الحركية عند هذه النقطة سنجد أنها كانت 2 ضرب G أي ما يعادل 19.6 جول حسناً ومن ثم عند هذه النقطة هي 98 جول أليس كذلك؟ هل هذا صحيحاً؟ حسناً لقد نفذ الوقت أتمنى أنني قمت بذلك بشكل صحيح بالنسبة للجزء الأخير أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر